منذ عام 1948 اعتادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ممارسة انتهاكات تنال من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني انتهاكات السلطات الاسرائيلية شملت سياسات الاستهداف والتصفية والاحتجاز التعسفي والاعتقال ومداهمة الاحياء السكنية الفلسطينية فضلا عن مواصلة اقتحام المقدسات الاسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة تاريخ طويل من الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بحرمانهم من حقوقهم الاساسية وسط اوضاع معيشية بالغة الصعوبة وعرقلة اي افق سياسي جاد لتسوية الصراع الذي طال امده على مدار سنوات استمرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية في سياساتها التعسفية تجاه الفلسطينيين بما في ذلك عمليات الاستهداف والتصفية والاحتجاز التعسفي واقتحام الاحياء الفلسطينية ومصادرة الممتلكات الاحتلال الاسرائيلي مارس سياسة ممنهجة لحملات الاعتقال على نحو شبه يومي ضد الفلسطينيين مع افتقارها للاجراءات القانونية ومعايير الاعتقال والمحاكمة العادلة وفي هذا الاجراء التعسفي انتهكت سلطات الاحتلال الاسرائيلية الاتفاقيات والقرارات الدولية حيث اعتقلت خلال عام 2022 وحدة 3500 فلسطينيين عمليات الدهم المستمرة للأحياء والمنازل الفلسطينية رافقها نوع اخر من الانتهاكات حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم للمنازل والمباني بلغت خمسين الف منزل فلسطيني على مدار خمسين عاما كما انها ترفض منحهم تراخيصة لبناء منازل جديدة او منشآت وفي المقابل تسمح ببناء وحدات استطانية جديدة ضمن سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني على الارض وخلال عمليات الدهم او الاعتقال تستخدم القوات الاسرائيلية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الرصاص الحي والمططي وقنابل الغاز والصوت ووسائل القمع الاخرى مما يؤدي الى سقوط شهداء وجرحى والتسبب في اعاقات دائمة للاشخاص المستهدفين الانتهاكات الاسرائيلية طالت ايضا المقدسات واماكن العبادة فخلال الفترة الماضية اتخذت اسرائيل منحا متصاعدا للانتهاكات التي تستهدف المقدسات الاسلامية والمسيحية فاستمر المستوطنون في تنفيذ اقتحامات يومية لباحات المسجد الاقصى تحت حماية قوات الاحتلال وتعمد المقتحمون اداء الصلوات في ساحات المسجد الاقصى في الوقت الذي تمنع فيه قوات الاحتلال جموع الفلسطينيين من الصلاة والدخول الى المسجد ضاربة بذلك كل القيم الدينية والانسانية